لو في حاجة نقدر نقول ان يوبيسوفت بتعرف تعملها كويس جدا فهو المحافظة على جودة سلاسلها المعروفة والمرة دي يوبيسوفت وبلو بايت بيفكرون بالنقطة دي مع الاصدار الجديد من سلسلة السيتي سيميولاتور الرائعة انا عبد الرحمن احمد بن عرب هردوير ودي مراجعتنا للعبة اناو 1800 سلسلة اناو تعتبر من اقدم سلاسل العاب السيتي بيلدر الاستراتيجية اصدارها الاول كانت في سنة 1998 من تطوير ماكس ديزاين وبعدها بلو بايت للستوديو الالماني اللي يوبيسوفت مستحوز عليه بدأ شغله على السلسلة من 2004 مع اصدار اناو 1404 الاصدار السابق من السلسلة كان اناو 2205 ويفصلنا عنه اربع سنين حصلت فيهم تغييرات كتير وتحسينات للعبة اول التغييرات دي هو عودة السلسلة لحقبة تاريخية قديمة بعد النظرة المستقبلية اللي قدمها الاصدار السابق دلوقتي اناو 1800 بتقدم لنا نظرة على الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر في قرات العالم القديم وتقديم العالم الجديد المتمثل في القرن الامريكية الجنوبية واللي بتقدم مدورها تجديد وتنوع جوه اللعبة نفسها اللعبة بتنقسم لثلاث اطور هما مالتي بليير وكامبين وساند بوكس تور المالتي بليير بيتيح اللعب لحد اربع لعبين في خريطة عالم واحدة بالاضافة لبعض شخصيات الاي اي المستقلة وبيحتوي على كل ميكانيكس الموجودة في تور ساند بوكس التور التاني وهو تور كامبين اللي بيحوي قصة اللعبة واللي بتحكي قصة شخصيتك اللي بتلعب بيها وعودتها للوطن بعد رسالة من اختك بتبلغك فيها بموت والدك في السجن بعد اتهامه بالخيانة للعرش ومن هنا بتبدأ مهمتك بالرجوع لوطنك وبداية رحلتك في تبريق ساحة والدك وكشف الغموض حول موته وإدارة امواله بمساعدة شخصية اختك وصديقك الشخصي وبعض الشخصيات التانية اللي بتقابلها وبتساعدك مهمات القصة فيها شيء من التنوع وبتكشف لك اجزاء وميكانيكس في اللعبة بطريقة حلوة زي مثلا دمج فكرة اكتشاف خريطة العالم الجديد بالانتقال ليه بالنسبة لطور ساند بوكس فهو الطور اللي الكل بيلعب النوع ده من الالعاب علشانه واخلاله بتقدر تصمم اسلوب ومزايا اللعبة المناسبة ليك زي كمية الموارد الموجودة والميزانية وتكلفة البناء ده بالاضافة لاختيار الشخصيات الموجودة معك في الخريطة اللي بيتم تصممها بشكل عشوائي طبعا جدير بالذكر انه تور كامبين بيندمج تلقائيا للساند بوكس بعد ما بتخلص مهمات القصة اللي هما مش كتير بالمناسبة وبما اننا قلنا ان مهمات القصة فيها تنوع فللأسف التنوع ده مش موجود في المهمات او الكويست الثانية اللي بتحصل عليها من الشخصيات اللي بتقابلها في تور ساند بوكس فكلها تقريبا بيتمحور حوالي فكرة انك توصل بضاعة او اشياء معينة من مكان التاني واننا بنتكلم عن الشخصيات اللي بتقابلها فهتلاقي ان كل واحد فيهم ليه شخصية مميزة متماشية مع اهدافه ولكن للأسف مش دايما الموضوع بيترجم في المهمات اللي بيكلفوك بها زي ما قلنا على المستوى البصري فاللعبة بتقدم واحدة من احسن التجارب اللي شفتها في الالعاب الاسترتيجية ولو هنقارنها مثلا بقارب اصدار مماثل اللي هو تروبيكو سيكس فاللعبة بتتفوق عليها على الجانب ده بمراحل اللعبة بتقدم تفاصيل وجرافيكس جميلة من اول دقة الترا وحتى على الميديم وجماليات الشكل والرسوم في اللعبة بتظهر اكتر في مؤسرات الملاحة وشكل المية وفرق الالوان الزاهية والاطياف الرمادية بين العالمين الجديد والقديم وفي الحقيقة حتى بالاعدادات المتوسطة اللعبة كان شكلها برضو احسن من تروبيكو سيكس اسلوب اللعبة في أنو 1800 بيعتمد على إدارة إنتاج المدينة ومواردها مع الحفاظ على خطوط تجارية ومستوى جمال معين للمدينة يجذب السياح والشخصيات المتخصصة اللي هتساعدك في تطور المدينة بشكل أسرع وزيادة الدخل طبعا ده بيشكل تحدي في خلق التوازن بين التطور وملاحقة ركب الثورة الصناعية مع الحفاظ على درجات التلوث في المدينة منخفضة بالإضافة لزيادة المباني اللي بتزيد من عوامل الجذب للجزيرة زي المسارح وحضائق الحيوان أو حتى التمثيل كانوا من الزينا الزيادة اللعبة رجعت لنا كمان المرة دي بميكانيك معدلة من إصدار أنو 2205 وهي المالتي سيشن جيمز ودي عبارة عن فرصة بتسمح لك بالانتقال لخريطة عالم تانية بتتمثل في أمريكا الجنوبية وفي الخريطة دي بتبدأ في الحصول على موارد ومنتجات جديدة بالإضافة لوحدات عمل وفئات جديدة من الشعب في الإصدار السابق الانتقال للعالم الجديد كان إجباري عشان استمرارك وتقدمك أكتر في اللعبة وسرعة انتقالك بيتوقف عليه نجاحك لكن هنا التقدم والتفوق في أنو 1800 مش بيشترط أبدا وصولك لخريطة العالم الجديد بالعكس انت ممكن تستمر في اللعب في خريطة العالم القديم فقط وتكون متفوق على شخص قدر يوصلها في حالة لو قررت الانتقال للعالم الجديد ساعتها تكون محتاج وسيلة توصل بها الجزر الخاصة بيك بين العالمين وهنا بيجي دور رحلات النقل البحرية أو التشارتر ومن خلالها بتقدر تنقل موارد وبضائع بين جزرك اللي في الخريطين مع بعض التكاليف للنقل والخاصية دي من الحاجات لأضافتها بلو بايت لإصدار أنو 1800 وبتساعدك تكون مندمج أكتر في اللعب وبتخلي الانتقال من عالم للتاني سلس ومش بيخراجك عن تركيزك لعبة أنو بتتطلب منك كمان تحقيق توازن في مستوى رضا الشعب بتلبيات احتياجتهم وعلى عكس التروبيكو مطالب الشعب هنا مش سياسية ولكن اقتصادية بحتة وبتزيد بحسب المستوى المعيشي فتبدأ دايما بفئة الفلاحين اللي وظائفهم معظمها زراعية وبعدين طبقة العمال وبعدها طبقة الحرفيين وهكذا كل طبقة من دول بتطيح لك تصنيع منتجات أكثر تعقيد ومحتاجة مهارة أكبر وكتير من خطوط الانتاج دي هتكون متوزع العمل فيها على أكتر من فئة فتبدأ مثلا بخطوة التحطيب عند الفلاحين وتنتهي بصناعة سفينة ضخمة عند فئة الحرفيين أو الفنيين وعشان تحافظ على سبات خطوط الانتاج دي وعملها بكفاءة لازم تحافظ على مستوى رفاهية كل من الفئات دي وتوازنها مع كم العمل المطلوب وعدد العمالة الموجودة فعلا على الجزيرة دي حاجة واحدة بس من العوامل الكتير اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتلعب أنو ايتين هندرد ولكنها عامل أساسي جدا وهو المؤثر الرئيسي الصوتيات في اللعبة ممتازة وخاصة لما نتكلم عن أصوات الرياح والأمطار وحتى أصوات الأشجار اللي بتتساقط والضوضاء اللي بتزيد لما بتقرب من مناطق الورش أو المصانع واللي كل منها مصمم بعناية وبدقة بحيث يوصل لك شعور أكتر إنك في عالم حي فعلا الموسيقى في اللعبة كمان أكتر من رائعة وكنت بسمعها في دماغي لفترة طويلة حتى لو مش بلع باللعبة لإني شخصيا بحب أصوات الكمان أو الفايولين وكمان هو الآلة الرئيسية اللي في الموسيقى لكن في الحقيقة مشكلتي معها إن مدتها كانت قليلة جدا كنت أحب لو كانت تنويع فيها أكتر ولو لدرجة بسيطة والأداء الصوتي ولكنات الشخصيات وفئات الشعب الموجودة معمولة كمان بطريقة لطيفة وفيها احترافية ولكن كان فيه مشكلة واضحة جدا في عملية الليبسينك بين الشخصيات واللي بيقولوه فعلا وده كان في الحقيقة بيسبب لي إزعاج أحيانا وتحديدا في مهمات القصة في النهاية نقدر نقول إن أنو 1800 بتقدم واحدة من أحسن تجارب الـ City Building Simulators وخصوصا مع تركيزها على الجانب الاقتصادي مع موازنته بجانب حربي متمثل في حماية خطوط كلمة الحياة التجارية وجوانب تفصيلية تانية زي السياحة والموازنة بين جمال الجزيرة والتلوث المصاحب للتطور في مجال التصنيع مع مزيج جميل من الموسيقى وشخصيات الـ AI المتفاعلة اللي بتخلي تجربة اللعبة أشبه بعلم حي حقيقي وبتخليك مندمج فعلا جوا اللعبة لدرجة إن فيه صوت بيفكرك كل ساعتين بإنك بتلعب بشكل متواصل وممكن تكون محتاج ترتاح ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك سبسكرايب وفولو عرب هاردوير على يوتيوب فيسبوك انستجرام وتويتر نشوفكم الفيديو جاي والسلام اشتركوا في القناة